من الجزائر من تونس من الكل دعم المنتخب المصري والكل فرحة وسعيدة بتواجد هذا المنتخب العربي الوحيد في هذا النهائي ليس كذلك بلى وهذا واجب أنا أعتقد واجب خاصة مع الشعب المصري ما أدي إذا تسمح لي أن أعطي شهادة لله سبحانه وتعالى سألقى بها الله سبحانه وتعالى أنا عاشت 30 سنة في الخليج وعاشرت الإخوة المصريين في السعودية ممكن 15 سنة بعدها في قطر 15 سنة والله الذي لا إله غيره أنه من أطيب الشعوب شعب بسيط يحب الخير يحب الناس يعني حتى في مواقفه هما يسموها القدعانة عندهم رجولة أنا من الناس اللي يعني استفدت كثير من الإخوة المصريين وهذا هو الظاهر والغالب لذلك أنا أشوف أنه كثير من الإعلام ظلم الشعب المصري كثير من السينما والمسلسلات وما رأيناه يعني في أشياء ظلمت الشعب المصري المصريين لو تعاشرهم عن قرب والله من أطيب الشعوب أنا أذكر لكم موقف بسيط يعني كنت طالب في السعودية في التسعينات وكنت جديد في الزواج يعني وكان فترة حج فكان لازم أخرج من البيت بيمتقدين في الزواج نعم فوالله العظيم استقبلني مصري هو زوجته في يعني عنده بيت صغير جدا استقبلني أكثر من شهرين وهذا متكرر مش معي فقط مع كثير من الزملاء لذلك أنا بقلبي وبكل جوارحي مع المنتخب المصري إن شاء الله شكرا لك على كل هذه التوضيحات نسيم شكرا لكم